انا ذكرت رقم 6 اشكر او اذكر التكريس والمحبة القلبية ايوه في واحدة حضرتك اجيب الشاهد من هو مذكور في كذا انجيل لكن انا بجيبه من انجيل متى اصحاح 16 والاية 13 26 متى 26 اه انا اسف متى 26 الاية 13 عن واحدة اسمها مريم سكبت الطيب عند قدمين المسيح وعلى رأس المسيح فيعني في الحقيقة يهوزة اللي كان معه السندوق اعتراض وحتى التلاميذ قالوا لماذا هذا الاطلاف كان ممكن يباع ويعطى للفقراء فرب قالهم الفقراء معكم كل حين لكن هي عملت بعملا حسنا وصانا الرب ان احنا نذكرها في اية 13 يبا متى 26 اية 13 قال الحق اقول لكم حيثما يكرز بهذا الانجيل في العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه تذكارا لها الرب شرفها اني مفروض على كل خادم انجيل لما يبشر بالعالم مفروض يذكر هذه القديسة مريم اللي سكبت الطيب الشيء الغالي اخوها مات ماردشيسكو بتطيب عليه تكفينه به لهو العازر لكن سكبت الطيب على رأس المسيح وسكبت الطيب كله قصرت قرورة الطيب عند خدمين المسيح وشو منتعلم من الدرس او شو التحريض في الموضوع التحريض اني لو عندي شيء غالي ميغلاش على الغالي ميغلاش على الغالي القيت التبر على التراب وذهب اوفير بين حاصل او دين معاك قرورة طيب غالية كثيرة السمن مش خسارة ان المسيح ياخد اغلى حاجة في حياتي ان شاء الله ياخد حتى قرورة عمري لانه هو الشخص الوحيد اللي يستحق وتكون واخد لبالك ان الناس حيلموك يعني لما انت تضحي بحاجة في نظر الناس غالية الناس حيقولك انت مجنون ده ما تبسلنا بس ما نحسبها طب ما نبيع وندي الفقراء يعني انا بدي حاجة للمسيح الفقراء معكم كل حين لكن ما احلى ان اقدم شيء غالي في حياتي للمسيح ابراهيم قدم اغلى شخص عنده قدم اسحاق وفي ايوب 22 يقوله القيت التبر على التراب وهنا مريم بتجيب قرورة الطيب غالية كثيرة السمن وبتحطها وتسكبها على قدمين المسيح يبقى اضحي قبل فوات الاوان بس فيه مريمات تاني راح عند القبر وكان يسوع قام وجايبين معهم طيب جايبين معهم حنود جايبين معهم جايبين بس الترنيمة بتقول ايه فمريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الاول فيه ناس ربان يقولهم ضحي يقولوا طب بعدين بعدين حاضح حاضح انضحي طب انا عايزك تتكرس للخدمة طب سنتين تلاتة بس اعمل بس شوية فلوس كده في البنك كده يدوني كده ببقى حاضر حضحي بس سنتين تلاتة اقولك بس بوصل ستين سنة اقولك بس بس ارب العيال اقولك بس كده بعدين يجي يضحي يجي يجي يجيب القروط الطيب يلاقي ايه فاته الاوان فانا بقوله كل شخص لما الرب يقولك ويقودك انك تضحي من اجله دلوقتي بحاجة غالية اعمل كده لانك يعني انت الكسبان انك تضحي بما لا تستطيع ان تحتفظ به لتربح ما لا يمكن ان تفقده على فكرة هاي الترنيمة مشهورة جدا فيك تفوت على اليوتيوب وعلى المواقع المسيحية منتشرة هذه الترنيمة اللي هي بعنوان ها قاتي بطيبا فحلو انك تسمعه وتتبارك كمان من كلمات الترنيمة